السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس الهدي المحمدي برنامج التعلم عن بول معكم المعلمة عزيزة غيث معلمات التربية الإسلامية للصف الخامس موضوع درسنا لهذا اليوم الدعاء الأهداف أولاً أن يتعرف الطالب على معنى الدعاء ثانياً يذكر لماذا ندعو الله سبحانه وتعالى ثالثاً يقتدي بالأنبياء بالدعاء رابعاً يتعرف على الأداب المستحبة للدعاء خامساً يداوم على الدعاء ويلتزم بأدعية الصباح والمساء سادساً يتعرف على أوقات إجابات الدعاء نحن نعرف حزيزة الطالب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون وهو مدبره خلق السماوات والأرض والكائنات جميعها ونعرف أنه هو الرزاق الله هو الرزاق المعطي اسم الله من أسماء الله الحسنى الرزاق والمعطي الذي لا تنفذ خزائنه وأن الله سبحانه وتعالى يستغني أن الله يستغني عن الناس لكن الناس بحاجة إلى الله الناس محتاجون إلى الله الناس فقراء إلى الله لذلك الله سبحانه وتعالى أرشدنا للتوجه إليه بالتذلل والخضوع لطلب الحاجة ولطلب العون والرحمة والمغفرة من الله بقوله تعالى وقال أدعوا رب وقال وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إذن هنا المسلم يجب عليه أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فقط بالدعاء لأنه هو الله وحده السميع البصير القريب المجيب الدعاء القادر على كل شيء لا أحد يستطيع أن يستجيب دعائك إلا الله توجه عزيز الطالب دائما إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وطلب حاجتك من الله سبحانه وتعالى إذن نستمتج معنا الدعاء هو الدعاء هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بتذلل وخضوع نسأله العون والرحمة والمغفرة مرة أخرى الدعاء هو التوجه إلى الله تعالى بتذلل وخضوع لطلب العون والرحمة والمغفرة الآن لماذا أدعو الله سبحانه وتعالى لماذا ألجأ إليه أولا لأن الدعاء عبادة أتقرب بها الله إلى الله سبحانه وتعالى أنت كل ما دعيت ربنا كل ما كنت قريب من الله أيضا الدعاء حتى يعطيك الله سبحانه وتعالى ما ترجوه أو ما تطلبه في الدنيا من رزق أو صحة أو مال أو بنين إلى آخره كل خير تطلب من الله في الدنيا ربنا رح يعطيك إياه وأيضا كمان يغفر لك ذنوبك ويدخلك الجنة الآن في نماذج من دعاء الأنبياء أول نموذج له دعاء آدم عليه السلام وزوجته قائلين قال الله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هنا سيدنا آدم عليه السلام دعا هو وزوجته أن يغفر لهم الله سبحانه وتعالى ذنوبهم أيضا سيدنا زكريا عليه السلام قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء سيدنا زكريا عليه السلام ما كان عنده أبناء ولا بنات وطلب أن ربنا أن يرزقوا الذرية الطيبة الصالحة ورزقوا إذن وكان أيضا نموذج آخر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله دائما ويسأل الخير في الدنيا والآخرة وإذا استصعب عليه أمر من الأمور أو حاجة فيقول دائما نعلمنا دعاء له اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا نقرأ ونتأمل عزيز الطالب قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة هنا شرط الدعاء أو شروط الدعاء أن لا يكون موضع إثم ثانيا أن لا يكون في قطعة رحم إذا كان توفر فيه هذول الشرطين أكيد ربنا سيستجيب له دعاءه إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث للدعاء ثلاث احتمالات إما أن يعجل الله دعوته يعني يستجيب له دعاءه مباشرة في الدنيا أو إما أن يتدخرها له في الآخرة يعني يتدخرها إله ويستجيب له إياها يوم القيام أو إما أن يصرف عنه من السوء مثلها يعني ممكن ربنا يبعد عنك سوء أو أكاره السوء نتيجة هذا الدعاء اللي دعوته إذن أكثر من الدعاء إن الله يحب العبد اللحوح وخاصة في هذه الأيام المباركة الأيام الفضيلة في شهر رمضان أكثر من الدعاء وخاصة دعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا أيضا الإنسان إذا دعا ربه الله ما رح يضيع له دعاءه رح يكرمه بالثلاث أشياء اللي تكلمنا عنها فعزيز الطالب احرص على الدعاء وأكثر منه وأيضا لذلك لازم نكثر من الدعاء كل ما دعينا أكثر كل ما كان إنسلتنا بالله قوية وتشعر بالأمان بالاستقرار بيزيل عنك الشدائط أداب الدعاء أولا أن ترفع يديك عند الدعاء ثانيا أن تتحرى أوقات الإجابة أفضل أوقات مستحبة لإجابة الدعاء هي أولا في السجود في الصلاة أقرب ما يكون العبد وهو ساجد أيضا بين الإقامة والأذان وعند نزول المطر هذه هي الأوقات المستحبة للدعاء وأداب الدعاء بعض أدعية الدعاء الأدعية أنت تعرفها دعاء الصباح ودعاء المساء عزيز الطالب احرص عليها وداوم عليها باستمرار معك نشاط بيتي قال الله تعالى وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين عزيز الطالب جاوب النشاط البيتي وأرسله في الموعد المحدد أسئلة الدرس طبعا أسئلة الدرس معك واجب والإجابة بعد ما تجيب الأسئلة أرجو التأكد من الإجابات والتحقق منها بعد أن تكون أنهاية الإجابة عزيز الطالب إذن نكرر مرة أخرى معك حل الكتاب صفحة 108 من الكتاب بالإضافة إلى النشاط البيتي نشكر لكم حسب استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته